اشتركوا في القناة رب العالمين وكما هو معلوم اليوم الجمعة وخير الأعمال الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد كما رأيتم للأسف وبمرارة كذلك نلاحظ أن الفريق الثاني يحاول أن يسفه ويجرم ويجعل من هذه المقاطعة عمل إجرام لكن إن شاء الله لن يستطيعوا من ذلك بل العكس صحيح كل تحركاتهم وكل اتهاماتهم وكل خرجاتهم أسقطتهم في عيون الناس الله يرحم لكم الوالدين إلى ما شاركوا الله يرحم لكم الوالدين كلمة دي اليوم قد نخصصهم من واجهتين الواجهة الأولى وهو أن للأسف أصبحنا في موقف لا يقبل الشك أن الذي يتحكم في السياسة هو رأس المال وهذه هي الواجهة الثانية وصورة تبقى للأصل ما يجري في العالم بأسره إلا أنها تأخذ صورة منبطحة صورة ليست في المستوى في العالم العربي وأقصد بذلك الرأس المالية الجديدة الذي يتحكم في العالم بأسره وهو الذي يتحكم في السياسة وفي كل شيء يخضع كل شيء لرأس المال ويؤمن بالسوق الحرى والديمقراطية وهذا يقول له يرى الديمقراطية معنى الكلمة ما فيه لا حقوق لا فيه للتحجى الإخضاع التام وفي هذا النوع من أسلوب الحياة أو السياسة أو الحكم لا مكان للضعيف الضعيف ما عندوش المعلم مكان الصلاحية للأقوى أما الضعيف فليس له مكان في هذا المجتمع وهذا هو الذي نراه في العالم العربي تقريبا كله وفي العالم العربي بدون استتاء كل البلدان في يد رأس المال بغض النظر كانت جمهورية كانت ملكية كانت كذا كانت كذا كل شيء في يد رأس المال وتوظف السياسة والاقتصاد وكل شيء في خدمة رأس المال فلذلك للأسف احنا خرجوا علينا خارجات هذ المستوزرين ولا هذ السياسيين ومعاد ما يكون الكلمة ديالهم كلها تتطرق لحباية حقوق ومصالح المجتمع أو الشعب كانت كل خارجات ديالتهم العكس تزكية ودفاعا وكأنهم الناطق الرسمي لهذه الشركات ونحن نعرف من وراء هذه الشركات وللأسف كل شيء يتعامل معهم ما كيش احتفرق ادخلتي التلفازة ادخلتي الصحافة ادخلتي الجرائد السياسيين تلفازة كل شيء يتكلموا بنفس القالب كلهم في خدمة رأس المال بطريقة أو أخرى للأسف ولحظنا كذلك خارجة ديالواحد الجديدة الصفراء في الانترنت ما اظن ان الهيس بريس ولا كذا خرجت علينا شي جماعة احطوا لنا واحد صويرة ديالشي وحدين من الثمين وكذا وهزين شي درابوه في لا إله الله وكتبوه تحتوه كذلك القاعدة في المغرب العربي ولا معد في المغرب الكبير ولا كذا تتعاطفوا مع المقاطعة وتنادي من مقاطعة الشركات الغربية الله اودي تصابي دخلتهم حتى هما في الخط الشيء هذو كاكيد دخلوا في شيء خط سبحان الله فيما كيدخلوا عرفرها القضية فيها حقوق الشعب تهضم وكيجيبوهم لقديمة باش يدينوهم الواجهة باش اللي يتحرك يضربوه بهذاك الطريقة للأسف احنا باش نحطو عليكم الحمد لله ساهلا مهلا الجميع اللهم ملك الحمد نحن المغاربة والذين قاطعوا يقاطعون من أجل رداءة المنتوج يعني الجودة ليست عالية هذا أولا الجودة ليست في المستوى والأتمان مرتفعة بغض النظر من هي هاد الشركات ما كيهمناش واش مغربية واش افرنسية واش شينوية واش توركية ما كيهمناش نحن نرحبوه بكل الشركات العالمية اي واحد بغض يدخل ويكون في المساعدة دينا ورفع مستوى المعيشي دينا كمواطنين بغض النظر يجب لناس العزوينة الجودة ديالتها عالية بتمان مقبول وفي المستطاع فأهلا وسهلا احنا اصلا ما كنا نعرفوه حتى سنطرارة فيها تلاتة وسبعين في المئة ديال فرنسا ما كنا نعرفوه هاد الشي وما كنا نعرفوهش كلي شد زبل وما كنا نعرفوهش كلي شد الماء وما كنا نعرفوهش حتى احنا ما كنا ندخلوش في التفاصيل احنا اللي كي عقدت الصفاء قادرة هم الفوك احنا كنتعاملوه كزوبناء وكمواطنين كمواطنين بالنسبة للحكومة وكزوانة بالنسبة للشركة الشركة اللي اعطتنا جودة وليش يجرح نمسوقها ايش كنقصها كثيرنا كننشربون دوزو ودك شلي بغينا احنا كمواطن بغينا الاغراض ديالتنا التقدر ويكون هادك المنتوج لي كان ناخده يكون مستوى ديالتو الجودة ديالتو عالية والثمان ديالو في المستطع باش يبدو يدخلو لنا ده باش يحديك يقول لك راه احنا نحارب الشركة الاجنبية ويدخلو لنا الارعاب وفي الهضراء ويقول لك هذا هذا مستوى ديء جدا وهذا المسلوب يجب ان لا يتخده من يحترم شعبه ومن يحترم عقول الناس هذا اجترا اكد عليه الظهر وشريب انسان اللي كيبدي يضرب هاته الطريقة فاره بغي يشد شعب كله يحطوه في خدشة ويحطوه في الحبس يدربوك اللي قدت لك ولا نخلي ضربوك هذه هي سياسات سكوت ونطحن أمك احنا مبغينا اجهد شي وحنا ركنا نتحركو بالمنطلاق اللي قال لنا صاحب جلالة للمحاسبة المحاسبة المعلم المسؤولية والمحاسبة احنا اخذينا هذا الطريق معاكم احنا ما عجبناش هذا المنتوج وما عجبناش هذه الاتمينة ارا احنا كنحاسبوكم ونقول لكم خرجوا انتم مخدموا لينا انتم مش كديرو خرجتو وبديتو كدتحنو فينا وده باق هذا هذا ادب اللي غيفق بينا وبينكم اصلا هو محمد السادي اسمي هذه البلاد ولي غيفق بيناتنا وبينكم انتم ما في خدمة الرأس مالية الجشعة الحيوانية بالنسبة لنا ما كنت عرفتا واحد فامتي ما كنا خرج للغابة اللي حقر على شي واحد كي يصيدو ورا احنا بالنسبة لكم ورا ما شي اراني تبدو تصيدو فينا وتبدو ترغمو علينا وتوكلونا كيف بغيتو تشربونا كيف بغيتو وتوجدونا النهار ديالدبيحة اه الاشترا ما يقبلوش لكم الله يمن قبلوه لكم ابدا ورا تتوحن ما يخلعنا لان احنا لا نخرج عن نطاق الديمقراطية التي انتم كتحضروا لنا بها وتخربقوا لنا بها وتحضروا في كل شيء ارى في العالم باسريال معلم الدولة ولا الحكومة كي يخصى تحرص وتحمي المواطن وتحميه من هذيك الشركات المتغولة قال لك اه هذيك خرج علينا والله العلي العظيم انا جوني فيديوهات ديالسيد داودي من الفين وتسعود وداما والله اكبر الكلام الذي كان يقوله لما كان خارج الحكومة هو يتطابق مع المقاطع سيد داودي كان مقاطع في الفين وتسعود واش وقع لك السيد داودي ما بين الفين وتسعود حتى اليوم ستقتل الشطر الثاني تتكلم وتسفي او اللي تنتدك الساعة تقول لهم لا هذا شي ما يمكن شدوا ما احنا يخصنا نحبون المواطنين هذي جا شاعدين هذي الشركات واليوم كتقولين واردون بهذه واش بغيتو هذي الشركات تمشيه وتمشيها المعلم الى ما غاديش تقديلين احنا المصالح ديالنا وتعطينا منتوج في المستوى وميازات خاصة بنسبة لنا وفي المقدور ديال الشرائية ديال القوة الشرائية ديتنا يعطينا التسع يمشي بحالاته اونا معلم هو يجي هنا يبقى معنا غريلة كان هو على خاطره لا المعلم احنا ما كتقولين الله يجي الغفلة ما بين البايع الشاري احنا ما غافلين جا المعلم بغينا المعقول وبغينا الجودة للفلوس اللي كان اعطيوكم واش فهمتو انتو مهنايا باش تحميوا الاسميتو المصالح ديالنا ماشي نجيو هنا باش بدون تهددونا وبدون تقولين انا ما سكتوش ولا كادر انا ندخلكم الحمز ونقلبوه على قانون اللي اعضر غادي نجرموه غادي نديرو له كاداوي واللي غير وطاني والكاد التاشى هذا الاسلوب هذا انا انا اتفاجأ ان حكومة كتظر مع شعب هذه الطريقة والان انا ما بقاش ما بقاش احنا ده بل هو بيننا وبينكم شاسعة واحدش كل ما كنتصورش ما غيمكنش هاد الشرخ هادا غادي ضروري صاحب جلال محمد السادس يخرج وياخذ موقف يورينا هو فين واقف وش واقف معنا احنا احنا ما عدا الشك انه واقف معنا ولكن بغينا يخرج يحمينا هادو كيتجوزوا هنا وهذا ربغوا يدخلوا ربعين مليون يدخلوها لحباسات وراه ما يمكنش وراحنا كناس يحبون الخير ويحبون السلام لهذا البلد فهذا هو الذي يحركون احنا ما عايشيش معكم احنا عايشين هنا ولكن يريد لكم الخير وإحنا استفدنا ما وقع في العالم العربي وراح نشوفنا لحولة ولقوة اللم لا النتائج وإحنا نخاف عن البلد نريد أبلا آمنا وأمينا والحمد لله راه هو في يد صاحب الجلال الكريمة الأولى والأخرة له هاد الحكومة كيخصة تمشي بحالة من المستحيل هاد الوقفات ديالة وهاد الخارجات ديالة ما زال تصلح باش تزيد بالبلاد القدام من المستحيل لا أحد لا أحد حتى الدول العالمية والشركات ما مقعدش بطمأننا هاد الشيء المعلم لا يبشروا بالخير راه المعلم ماشي من بيطاح وتسمح بالحقوق ديال كله وتحط مصالح ديال الدولة كله فيد شركات ولا أفراد معينة ولا كده وتقديرهم المصالح ديالهم هذا معلم الله لا يطمئن حتى الشركات التي تريد أن تأنفستي في البلاد شركة التي تأنفستي في البلاد هي التي تجي لشعوب مستقرة بحال الشعب المغربي والشعب المغربي بهذه المقاطعة أبان على وطنية عالية وعلى رقي ووعي اجتماعي وسياتي فكنت طلبوا منكم حتى انتم أشوفوا غير تصرفات ديالو حنا يحرصنا على أن ما تكونش لعصابيات لتفريقال انفصالي إلا كده تحت هاد المضالة إحنا رأي لي هذار بشي طريق انفصالي إلا كده رأيك خرجوك نجري وعلي أعطينا التساعة ما عندنا من ديروه إحنا كنا مغاربا واشتادوك إحنا اللي كان هذار معاهم وإلا كده رأي خوتنا بغوا علينا وبغيناهم غير يراجعوا مواقف ديالهم ويحسنوا لنا من المنتوج ويذلوا لنا ثمن معين والله يعاونهم اللي بغيروا بحال معلم العام طويل ولكن كنا نكونوا على خطرنا فالله يرحم لكم الوالدين أنا كان صح هاد سياسيين باش يكونوا ياخدوا قدوة من الشعب المغربي ومن الوطنية ديالتو العالية أبان على وطنية عالية ما شاء الله وهذا ما يفتقر إليه للأسف سياسيين سياسيين خرجت ديالتو غير وطنية للأسف فلا بد لهم أن يراجعوا سلوكهم فنحن نيسنا من هذي السياسيين ومن هذي الحكومة هذي محكومة إحنا هذي محكومة طريقة ديالكلام ديالها متناقض هذي متفرقة ما كينش حتى ما قلسينش حتى تحت مضلة وحدى الشعب كله المقاطعين تحت مضلة وحدى وانتوما المعلم حتى تحت مضلات متفرقة علاش؟ لأن هناك كين من المعلم فلذلك ناشد صاحب الجلالة ومحمد السادس نصره الله أن يفرق بيننا وبينهم هذو ما يصلحوش لنا فالولا يقلبوا لنا على طريقة ديال القانون باش يجرمونا وده بخرجوا علينا هذك المقال ديال القاعدة قد ليك ما تهيبا قد حق مقاطعة وضد الشركات الغربية القاعدة الله ينزل على بو النعلة ونحن لا نؤمنه لنبقى عيدة لبئيزيس لبداعيش لولوحنا الحمد لله آمنين مطمئنين في بلدنا تحب يدخل لنا السوسة للبلاد أنا أريد أن تتحنونا تحطو لنا الإرهاب ومقاطع ومقاطع ديمقراطية سوف يدروني نحتنا الإرهاب هذا الشيء المعلم باسل ضروري المعلم تكونوا شوية واعيين هذا الشيء المقاش يتكال هذا الشيء رات الطرقية التي تدفت في اليمن في الصومان في سوريا في العراق في كل شيء وفي ميصر نتائج بينها رتوح ما رابح تمك عندكم تحبوا ميصرها رابحة ولا ليبيا ولا اليومان ولا كذا كلهم وكلين العصاء والله إذا علي العظيم يخلصوا ضرائي يبدئون 7% لتكون لديهم الحالة الاجتماعية ولا الحالة السلمية التي يعيشها المغاربة الحمد لله بفضل الشعب أولا وبفضل الله أولا وآخرا وهذا الشعب وهذا الملك أما أنتم السياسين والذين في جمام أمورهم الرأسمان وكذا خطيرين على المغرب فلا بد لنا أن نربيهم وباش بهذا الأسلوب الراقي لكن لا بد لنا أن يحمينا أحد نحن لا بد لنا القوة باش نحميه ناسنا نحن القوة ديالتنا في تجمعنا وتضامننا وفي سلميتنا وفي طريقة النضال التي نتخده لتحسين جودة كل شيء وحياة كريمة وعدالة الاجتماعية بهذا الرقي والله شعب مثل هذا المفروض هي خدعة جائزة نبل للسلام الشعب المغربي والله إني أقدره وأحترمه وأقلعه لأقبعه قسما بالله العلي العظيم والله الشعب المغربي لك كل التقدير والاحترام والله العلي العظيم أن تستاهل شيء حاجة من غير الحكومة هذه الحكومة والله ليست في مستوىك قسما بالله العلي العظيم لا بد لنا أن نقولها بملء الفم وهذا لأننا نحب هذا الوطن والله إن هذه المحكومة ليست في مستوى أن تحكم أو تقديم صالح هذا الشعب فلذلك كلنا نلجأ إلى الله أولاً وإلى صاحب جلال محمد السادس نصره الله هذه الحكومة ستحرق البلد فالنجد النجدة الله الله على وطننا من هذه المحكومة يا أمير المؤمنين جزك الله خيراً عننا بارك الله فيك وأصلحك وأصلح بك فالرجاء بعد الله كل الأمان في الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك فيك يا أمير المؤمنين هذه الحكومة ضرورة تمشي بحالاتها نريد حكومة جديدة نريد أعملها كما تريد لكن لا نريد هذه الحكومة فإنها والله عدوة للشعب كل تصرفتها تصرفت دياله كل خارجت ديالته وكل شيء خطير على البلد وأمنه هؤلاء يستفزون الشعب لا حول ولا قوة إلا بالله والله لن نستفز لهم نحن الحمد لله أنتم مغرى غير هنا باش تخدموا المصالح ديالنا أما الولاء والطاعة لأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وهو الذي نحن لا نتبه ونحن أسامعنا وأطعنا هو أمرنا أن نحاسب الفاسدين أو كذا ولا بد أن تكون المسؤولية مربوطة بالمحاسب نحن نحاسبكم بطريقتنا السلمية وقدر المستطاع هذا شيء اللي اعطنا الله هذا هو الجهد لعدنا شي شيء يدخلنا مع الناس ونحن لا نرجو أي شيء خارج هذا النطاق سلمية حضارية رائعة اللهم إن هذا لا منكر مخرجنا الزنقى ماتعبنا مخصرنا لنظم عام لكذا لا تتلح بالبلوك ويريدون أن يلبسون كل شيء بهذه الطريقة أيستفزون شعبا والله لن نستفز لكم نحن كذلك ما كلا اسميات لولو نحن سنقاطع أي منتوج ما عندوش الجودة أو ما عندوش التامن المناسب كيف ما كان الشعب تفق على ثلاث حاجات معينة أو كذا ما عندوش أنا بلا إشهار قال هو ما رقمش عارف أنت عارف وأنا عارف ونحن سنلتزم بسلميتنا وبرقينا نحن نكون لكم مثل كيف يتصرف الإنسان المتحضر فارتقوا إلينا نحن نبغي أن هذه الحكومة ترتاقي وتزم المستوى دياله وتصعد إلى مستوى الشهد رغم أنها جهالت وعملت فيه كل شيء رغم ذلك إنه يعطيها درس في الحضارة وفي الرقي وفي النضان وفي السلمية والله العلي العظيم هذا هو المستوى العالي فوالله إني أحترم الشعب المغربي وأقدره وأكن له كل التقدير والاحترام لأنه والله العلي العظيم يحافظ على بلده وله الطاعة لأمير المؤمنين محمد السادس وهو يتصرف ويتحرك تحت بضلة الله الوطن الملك ولا ولا لغير هؤلاء ونعيش تحت هذه المضلة إخوان متحابين لا عصبية لا حزبية ولا أي شيء هذه المقاطعة أبانت على النفسية والشخصية هذه المواطن المغربي احتحناك نحرصه ما كيلا حزبية لك الكله الحق أن يتعاطف مع أي حزب هذه الديمقراطية التي نريد ونجلس في طاولة واحدة ونأخذ ونعطي في الكلام لكن لا تعلو الحزبية على الوطنية أبداً نحن مغاربة كلنا ولنا الحق أن نجتهد في الأفكار وفي الطرق التي نريد أن تكون عليها الحكومة أو كذا لكن هذا لا يفرق بيننا أبداً فلذلك إذا حاولهم أن يدسوا هذه الحزبية وكذا وكذا والله لن يستطيعوا ولن نتركهم إن شاء الله واش سمعتوا يا إخواني نحن قد نبقوا على هذا المستوى الرقي التي أبنتم عليه والله إني لا أحبكم في الله ولأقدركم ولا أحترمكم وانتم والله العلي العظيم لا عبرة لمن يأتبر وانتم الرقي والتحضر بعينه هذه هي الديمقراطية والله هذا الشعب يحتاج إلى حكومة تقدره وتزيد به إلى الأمام فلقد أبان على استعداد للطريق نحو الذهاب إلى الطريق الديمقراطي بمعنى الكريمة فهو هو يعطيكم درس في الديمقراطية وفي النضال السلمي المتحضر الراقي لكن خرجاتكم كلها تطفولية وديكتاتورية وإقصائية وحجراء فيها الحجراء وفيها النظرة من الفوق إلى التاع وفيها استعلاء وفيها خدمة لرأس المال ضد المسحوق ضد الماكول ضد الشعب دهنا المهلوك المواطن نعم أنتم لا تحسنون إلا السب والقدف قلتوا لنا المداوخ قلتوا لنا أولاد الحرام قلتوا لنا القاطع قلتوا لنا الخوانة قلتوا لنا الجعانين خرج الأخر قال لك عن قلب المجرمين والأخر إنسانة بحل إحنا مكينينش هذا أسلوب هذا أسلوب هذه والله محكومة المفروض أنتم تكلمون مع الشاب باحترام أنتم التحت أنتم خدام للشعب كما قال صاحب جلالة محمد السادس فلذلك يا صاحب جلالة نصرك الله هؤلاء لا يتكلموا معنا كخدام بل يتكلموا معنا كسادة وهم ليسوا سادتنا نرفض هذا فلذلك نرفضهم كذلك أن يكونوا على رأس الحكومة نريد حكومة جديدة ولا هذه الحكومات مش يتقلب لها على شعب جديد ربما عجبه شعب يلا باش نجيب من الأخر أقول قولي هذا وقبل ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا البلد إلى ما يحبه ويرضاه ونقول لكم والله ما تخلعون بالله لأننا نحن نتمشى ونتحرك في نطاق الديمقراطية في نطاق حرية التعبير بكل احترام وبكل رقي وفي إطار اللهم إن هذا منقر وفي إطار اتقوا الله فينا على مالكم أنتم وما عجبكم جهد شي كله وما عجبكم جهد شي كله وسيروا احطينا التسع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم إلى سبيل الرشاد وأن يقذف في قلوبكم الهداية والرحمة على هذا الشعب وأتجئ إلى الشعب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم السلم والسلام والطمأنينة وأن ينعم عليكم من كل النعم وأن يقر عينكم ببلدكم وبأحبائكم وأن يجنبكم كل المشاكل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب الجلال محمد السادس نصره الله إلى ما يحبه ويرضاه وأقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى